السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات كيف يمكن ضبط السكر في الدم بشكل خاص بعد الأكل وكيف يمكن التخلص تماما من مرض السكري ومن مقاومة الإنسولين معظم الناس بعد تناول الطعام يرتفع لديهم مستوى السكر في الدم يصل في أحيان كثيرة إلى 250-280-300 سأقدم لكم طرقا فعالة حيال ذلك وستكون النتائج رائعة جدا للجميع وخاصة لمريض مقاومة الإنسولين ومريض السكري فعن تناول الطعام معظم الناس يلاحظون أن مستوى السكر في الدم يرتفع بشكل كبير يجب فهم السبب الحقيقي ومعرفة أصل وجذر المشكلة كما نقول دائما وبعدها يمكن ضبط ذلك سيكون ذلك مفيدا للجميع الأشخاص غير المرضى وأيضا مرضى السكري الذين يعالجون بأدوية أو بإبر إنسولين طيب ما هي المسببات التي تجعل السكر يرتفع وكيف يمكن ضبطه بدون أن يرتفع وما هي الكربوهايدريت وما هي الكمية المسموح تناولها أنت عند تناولك للكربوهايدريت والنشويات يرتفع مستوى السكر بالدم بشكل كبير وسبب الإصابة بمقاومة الإنسولين أو ما يسمى بمرحلة ما قبل السكري وأيضا سبب الإصابة بمرض السكري هو نظام التغذية الخاطئ المتبع على مستوى العالم وهذا النظام يعتمد بشكل رئيسي على تناول الكربوهايدريت والنشويات والوجبات السريعة والصوص والكتشاب والمشروبات الغازية وجميعها غنية بالكربوهايدريت والسكريات لن أطلب منك الامتناع تماما عن تناول الكربوهايدريت لكن أريد منك تناول نشويات وكربوهايدريت من الخضار ومن البقوليات ربما تظن أن السكريات والكربوهايدريت واللي هي نفسها النشويات ربما تظن أنها موجودة فقط في السكر والنشا والحلويات والخبز والمعكرونة والرز والبطاطا الأمر ليس كذلك فالكربوهايدريت والنشويات موجودة في الخضروات والأوراق الخضراء وأيضا في البقوليات يجب أن تغير نوع الكربوهايدريت التي تتناولها من كربوهايدريت أو النشويات ترفع السكر مثل الرز والبطاطا والقرع والمعجنات والمعكرونة إلى كربوهايدريت لا ترفع السكر مثل البروكلي والسبانخ والكرمب والزهرة أو القرنبيط والحمص والفول ويمكن تناول هذه الأطعمة مطبوخة أو صلطة خضار وأوراق خضراء هذه الأطعمة ستؤمن لك مستوى جيد لسكر الدم بعد تناولك للطعام بدون أن يرتفع وبدون أن يكون هناك أي خطورة أبدا كي لا يرتفع السكر بالدم لديك بعد الأكل يمكنك أن تتناول اللحم الأحمر ولحم الدجاج والسمك والبيض ولبن الزبادي والجبنة الزبدة البلدية أو الزبدة الحيوانية والخضار والأوراق الخضراء بكل أنواعها كل هذه الأطعمة مسموحة ويمكنك تناولها ولن يرتفع السكر بالدم لديك بعد الأكل مع أنها تحتوي على كربوهيدريت ونشويات لكن بنسبة أقل يجب أن تمتنع عن تناول الأطعمة التي ترفع السكر بالدم بعد الأكل مثل الماكرونة والوجبات الخفيفة السناك والمعجنات والشيبسات وعصير الفواكه الذي يرفع السكر بشكل رهيب هو والمشروبات الغازية وتقليل تناول الخبز والرز قدر الإمكان إلى أدنى مستوى لا أريد منك أن تمتنع بدون أن تعرف لماذا يجب الامتناع عن تناول هذه الأطعمة هناك شيء مهم جدا اسمه المؤشر الغلايسيمي يجب أن تعرف ماذا يعني مؤشر غلايسيمي وأن تسأل نفسك دائما ما هو المؤشر الغلايسيمي للطعام الذي تتناوله مهما كان نوع الطعام خبز لحم دجاج بيض عدس بروكلي أي نوع طعام تتناوله تصور أن المؤشر الغلايسيمي للعدس الأحمر مثلا 27 والمؤشر الغلايسيمي للرز الأبيض 73 وللبروكلي 15 يجب أن تعرف أن الطعام عندما يكون مؤشره الغلايسيمي تحت 30 فهو طعام جيد ومفيد جدا والطعام الذي يكون بين 30 و50 مقبول ولكن يجب عدم الإكثار من تناوله أما الطعام الذي يكون مؤشره فوق 50 يكون ضار وخطير أحيانا سأعطيك أمثلي على ذلك وبإمكانك إذا بحثت في جوجل عن أي نوع طعام يخطر في بالك أن تعرف ما هو مؤشره الغلايسيمي أمثلي على ذلك أطيمة جيدة ومفيدة مؤشرها تحت 30 البروكلي 15 السباني 15 الكوسة 15 وأيضا الأفوغادو 15 فول الصوية 16 اللوبياء 24 العدس الأحمر 27 الفاصولياء الجافة على شكل كلاوي 24 والحمص 28 وهناك أطيمة أخرى كثيرة جدا مؤشرها تحت 30 جيدة ومفيدة جدا سأعطيك أمثلي عن أطيمة مؤشرها لغلايسيمي بين 30 و50 يمكنك تناولها باعتدال وعدم الإكثار منها مثل التفاح 36 والجزر 39 أما الأطيمة الضارة والخطيرة واللي مؤشرها لغلايسيمي فوق 50 فأمثلي عليها الرز الأبيض 73 الخبز الأبيض 75 الموز 70 القرع 74 وهنا المقصود نبات القرع وليس بذور القرع فبذور القرع مفيدة جدا ورائعة لذلك إذا كنت فعلا تريد أن لا يرتفع السكر لديك بعض الطعام يجب أن تعرف ماذا تأكل وأن يكون ما تتناوله مؤشره لغلايسيمي تحت 50 فوق 50 عالي جدا وفي كثير من الأحيان خطير على الصحة والأطيمة المؤشرها لغلايسيمي مرتفع لا ترفع السكر بعد الطعام فقط إنما بسبب تناولها يبقى السكر في الدم مرتفع لمدة ساعتين بعد الطعام وهذا يعني خطورة وأذية لأجهزة الجسم ما تحدث عنه أعتقد أنه ليس بالأمر الصعب وبإمكان معظم الناس تطبيقه وتحقيق نتائج جيدة ومستوى جيد وطبيعي للسكر بالدم بعد الطعام أما الأشخاص المصابون بمرض السكري نوع تاني والذين يرغبون بعلاج نهائي للسكري وضبط مستوى السكر الصيامي لديهم والسكر بعد الطعام والسكر التراكمي ضمن المجال الطبيعي فيمكنهم تحقيق ذلك من خلال تناول كمية كربوهايدريت محددة وقليلة لا تتجاوز 30 جرام في اليوم خلال فترة قصيرة ومحددة مع مراقبة السكر بالدم وبعدها اتباع نظام تغذية منخفض الكربوهايدريت ربما يبدو الأمر صعبا لكنه ليس مستحيلا وجدير بالتجربة وعندما نقول 30 جرام في اليوم كربوهايدريت تكون وجبة الفطور 6 جرام والغداء 12 جرام والعشاء 12 جرام وباقي الطعام بروتين ودهون لاحظ في الغداء 12 وفي العشاء 12 أما الفطور 6 جرام كربوهايدريت هذا يعني أنه يجب عدم البدء بأول وجبة صباحا بكربوهايدريت عالي بإمكانك تناول أطعمة مختلفة وبكميات جيدة ولكن عليك بتغيير طريق طعامك بدلا من أن تتناول البطاطا والماكرونا والمعجنات والعصائر والحلويات والخبز وهذه أطعمة فيها كمية سكر كبيرة ومؤشرها لغلايسيمي مرتفع جدا وخطير بإمكانك تناول الخضروات والأوراق الخضراء والحبوب الفول والحمص والفاصلياء وتناول البذور الغنية بالألياف فهذه الأطعمة مؤشرها لغلايسيمي منخفض يجب أن تتناول أطعمة فيها نسبة عالية من الألياف فالألياف تقلل من امتصاص السكريات والكربوهايدريت ولذلك عند تناولها لا يرتفع السكر بالذن بعد الطعام يعني بدلا من أن يصل السكر لديك إلى 250-280-300 أو ربما 310 تناول طعام غني بالألياف كي يقلل من امتصاص السكريات والكربوهايدريت طيب وماذا عن نظام الحياة؟ اجعل فترة قيلولتك أو نومك ظهرا قبل وجبة الطعام وليس كما هو شائع ودارج امشي كل يوم لمدة نصف ساعة أو 20 دقيقة أو حتى 15 دقيقة المهم أن تمشي المشي مفيد جدا لك في حرق الدهون وحرق السكر وهذا يساعد في عدم ارتفاع مستوى السكر بالذن بعد الأكل إذن يجب تقليل تناول الطعام الذي يحتوي على سكر مضاف وتناول طعام مؤشره لغلايسيمي منخفض وتناول طعام فيه نسبة عالية من الألياف والمشي 15 دقيقة إلى نصف ساعة في اليوم وعدم النوم بعد الغداء ومعرفة كمية الكاربوهيدريت في الطعام الذي ستتناوله ياريت تبحث دائما عن المؤشر لغلايسيمي لأي طعام تريد أن تتناوله وأن تختار الطعام الذي يكون مؤشره لغلايسيمي منخفض عن تطبيق هذه الملاحظات والإجراءات الهامة ونظام الغذاء والحياة كما أشرت سينضبط وينتظم السكر بالدم وستختفي الالتهابات من جسمك ويمكن تخفيض جرعات الأدوية تدريجيا حتى الاستغناء عنها أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هام وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد بالسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر كأطباء أمراض باطنة وأخصائيين في التغذية دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بهفظ الله ورعايته